بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هناخد سلوك طرفي الدلة يعني أنا عايزة أطراف الدلة إيه سلوكها إيه نهيتها هتروح فين نبص هنا في الرسمة الأولى ليه رسم الدلة كثيرة حدود أنا مش هتقل في التباصيل أنا عايز أجيب بس فقط المطلوب إيه الأطراف الدلة أطراف الدلة هنا سلوك أطراف الدلة هنا عايزة أخذ لمية أكس لما تقول أف أكس لدلة المرسومة قدامنا عندما أظهر أين الفينيشي للأكس؟ الفينيشي للأكس هنا هل هذه الدلة مرسومة تحت؟ لا، هذه الدلة مرسومة هنا فوق يبقى الطرف ده يبقى الطرف الأيمن سلوك الطرف الأيمن يبقى الفينيشي للمالة نهاية، سلوك الطرف الثاني للدلة حاجة هنا وأقول المت اللي هو الطرف ده، الطرف الثاني لما هنا يقول إلى سالب انفينيشي بقى المت اكس لما تقول لسالب انفينيشي للدلة في اكس طيب الدلة راحه فين؟ الدلة نزل تحت اهي نزل تحت نزل تحت بسهم هنا ايه؟ هنا سالب انفينيشي طيب نبص لرسمة التانية، نبص لرسمة التانية، هذه الرسمة التانية لما اكس راحه انفينيشي، لمت اكس لما تقول لانفينيشي، الدلة سلوك الدلة سلوك طرفي الدلة، احنا قلنا قبل كده ان الدلة معناها واي طيب، هننظر بعناية للرسمة، احنا مش بنحفظ، احنا بنفهم، هنا السلوك طرفي الدلة، وإحنا راحين لانفينيشي هل هنا في رسم فوق يا ولاد؟ مفيش اي رسم هنا، لكن الرسمة نزله، نزله، يبقى مين؟ يبقى لما اكس تقول لانفينيشي، طرف الدلة نزل لتحت، يعني رايح نسالب انفينيشي طيب نشوف الجهة الاخرى، لمت اكس لما تقول سالب انفينيشي، من الف اكس هنا سالب انفينيشي، هنا في رسم، هنا مفيش رسم، الرسمة طلعة الى اعلى، يبقى السلوك لاعلى، السلوك ايه؟ انفينيشي، يبقى هنا انفينيشي، يبقى كده عرفنا ما معنا كلمة، سلوك طرفي الدلة، الى اللقاء، تكملة اخرى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته